اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفكرية على نقل افكارنا للغير تقوية الذاكرة وبيتحكم بالاتصالات اللي هي اجهزة الاتصالات ككل اللي هي هواتف يعني انترنت او كمبيوترات او ايشي له علاقة بالالكترونيات بالسيارات حتى والمواصلات اللي علاقة بالسيارات والطيارات فهو بيتحكم في هاي الامور من صفات كوكب عطارد انه هو دائما بعض الفضول العفوية قوة الاتصال التحبير عشق الحرية وقوة التفكير والتحليل او تحليل الامور وكثرة الحركة المشكلة الوحيدة عنده هو انه هو بعطينا العصبية او الكلام اللي ما بنقدر نسيطر عليه وبرضو حركتنا اللي بتكون غير متزنة اللي ممكن تسبب لنا بعض الاصابات طيب ايش اهم الزوايا اللي رح يعملها عطارد عشان نحكم عليه انه هو رح يكون سعيد ولا رح يكون منتحس فلازم انه نعرف الزوايا لانه الزوايا هاي هي اللي بتحددنا سعودته او نحوسته فبما انه هو رح يكون في برج الجدي برج الجدي معناته اي شيء ايجابي معناته الزوايا اللي اه تيجي مع الابراج المائية او اللي مع الابراج الترابية هي اللي رح تكون قوية طب هل رح يشكل هاي الزوايا خلينا نشوف ننتقل للبرنامج اه زيت عساس انه نعرف هذا الكلام اهي البرنامج طبعا موعد اه تسجيل الحلقة بثها اليوم الاربعة اه ساعة واحد وعشرين يعني ساعة تسعة وثلث مساء بتوقيت عمان طيب هذا البرنامج اسمه زيت موجود على موقع زيت اللي هو العالمي نفس الكلمة زي زد اي تي بتدخله عليه اللي بدي يحمل البرنامج هذا بس لأجهزة اللي هو البي سي او اللابتوب مش للتليفونات ما بعرف اذا نزلوا للتليفونات طبعا هو برنامج مجاني اللي بحب انه يروح ينزله طيب خلينا نشوف اول اشي نكبر للشاشة ونفتح بالنسبة ان الوقت على اساس انه نعرف ايش الزوايا اللي رح تتشكل خلال الفترة القادمة طبعا انا اعمل جدول فيها اول زاوية رح تتشكل هي يوم عشرين اتناش اه هو خلينا نشوف اول ايش عشان اه وين موجود اطارد بالنسبة لليوم بما انه رح ينتقل للجدي معناته من المفروض ان يكون بالدرجة اثنين وعشرين حيه على درجة اثنين وعشرين بس عشان لونه بالاخضر الفسفوري اه لابس على الموديل اه ضايله ثمان درجات لا يدخل الى اه برج الجدي وهو الآن وهو في هذه النقطة بشكل زوايا مع اه المشتري لكن زوايا منفصلة تزديس وفي نفس اللحظة اه لا زوايا تزديس اهي متصلة مع لانه هو لسه بالقوس وحكينا هاي بدله طيب وبيشكل برضو في نفس اللحظة زاوية تربيع ما بينه بين بمنه في اواخر الدرجات بالنسبة للقوس طيب خلينا نشوف اول زاوية راح تتشكل معنا في بعد الانتقال اه فمنروح اول اشي لعشرين اطناعش يوم عشرين اطناعش عشان الزاوية اللي راح تتشكل نشوفها اه هي زاوية تثليث ايجابية بين عطارد وما بين اورانوس فهاي اسمها التثليث اللي بالون الاخضر عليها رمز المثلث اسمها التثليث وهي تعتبر من الدرجات القوية فهاي زاوية ايجابية بداية الانتقال ما بشكل اي زاوية مع كواكب اخرى الا هاي الزاوية فمعناته عنا اول زاوية سعيدة راح تكون اول زاوية اللي هي يوم عشرين اطناش طيب زاوية اللي بعديها راح تكون يوم سبعة وعشرين اه سبعة وعشرين اطناش اه خلينا نشوف اه اليوم سبعة وعشرين اطناش طيب هاي سبعة وعشرين اطناش من لاي انه تشكلت زاوية اه تزديس متصلة مع نبتون وهاي زاوية ايجابية وفي نفس اليوم في اقتران قوي راح يكون بين الزهرة وبين نبتون ولكن احنا خلينا في بلوت وفي عطارد بلاش ننقل لاشياء ثانية اه مش بحاجتها لانه هاي الزاوية راح تصير يعني بعد ايام من هذا اليوم اللي هو من يوم سبعة وعشرين راح يصير في زاوية اقتران ما بين عطارد وما بين الزهرة على نفس النقطة طيب هاي الزاوية بما انها تسديس فهي زاوية ايجابية تأثيراتها طبعا من يوم خمسة وعشرين اتناش ليوم سبعة وعشرين اتناش الزاوية الاقتران اللي راح تكون هي يوم تسعة وعشرين اتناش يعني نمشي يومين تسعة وعشرين اتناش صارت زاوية الاقتران على نفس الدرجة بالنسبة لعطارد وبين الزهرة ما منقول هذا محترق بنور مش عارف لانه زاوية برضو زاوية التسديس ما زال لها بعض الاثار فعشان هيك وهي كلمة محترق بنور كذا لا هي زاوية اقتران وزاوية الاقتران ما بين الكوكبين ايجابية برضو مدة تأثير هاي زاوية من يوم ثمانية وعشرين اتناش ليوم ثلاثين اتناش طيب في زاوية ثانية بعدها طيب ما في بلوتو بعدها معناته منمشي كمان هيك هي صار عندي انا طبعا هي على خمس وعشرين انا بما اني مشيت وساعة بالليل وهي زاوية بالنهار فعشان هيك فرقت درجتين ولكنها هي زاوية اقتران ما بين الكوكبين هدولة ايه وبرضو هي زاوية ايجابية طبعا هسا بدنا نحكي عن الزوايا هاي ما في اي زوايا اخرى راح تتشكل لعطارد لانه هاي اخر درجاته وبعدين بده يغادر طيب خلينا اه ننتقل البرنامج عشان انه شوي نحكي عن اه نسكر برنامج زيت اه ونحكي شوي عن هل انه هاي الزوايا ايش معناها اللي حكينا عنها انه في ناس بتقولك لازم انت وانت بتحكي عن الزوايا تحكي عن هذا لا احنا بنشرح الان طيب يوم عشرين اتناعش حكينا في عطارد اللي له علاقة بالحركة بالنشاط بالفكر بده شكل زاوية مع اورانوس اللي هو كوكب المفاجآت طيب مفاجآت وحركة معناته فيه اشياء راح تصير بشكل مفاجئ معنا ولكن بشكل ايجابي تأثيرات هاي الزاوية من تسعتاش اتناعش لواحد وعشرين اتناعش فبتخلينا ننشط باكثر من اتجاه ومنباشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه في نفس الوقت وهاي بتعزز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمي يتعذر علينا حلها مسبقا او الموجودة عنا طيب بالنسبة للزاوية التي تليها اللي هي يوم ستة وعشرين اتناعش زاوية التسديس ايجابية بين عطارد وبين نبتون وتأثيراتها من يوم خمسة وعشرين اتناعش زي ما حكينا اليوم سبعة وعشرين اتناعش بما انه نبتون خيال وفكر وحدث وإلهام عطارد برضو فكر واتصالات ومواصلات معنات نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولها دون ان يعبروا عنها بصراحة بالنسبة لزاوية التي تليها هي زاوية يوم تسعة وعشرين اتناعش اللي هي اقتران ايجابي بين عطارد والزهرة بين العقل وبين العاطفة وهي تأثيراتها من يوم ثمانية وعشرين اتناعش ليوم ثلاثين اتناعش بتعزز عنا المواهب الفنية والأدبية برضو بتخلينا ننشط باتجاه الامور اللي لها علاقة بالتجميل او الجماليات او الغزليات بمعنى اخر اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي هي يوم ثلاثين اتناعش اللي حكينا عنها اقتران ايجابي بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها رح تكون من يوم تسعة وعشرين اتناعش ليوم اثنين واحد يعني بمعنى اخر الزواية الاقتران بين عطارد والزهرة وبلوتو كلها بتكون تأثيراتها بنفس الفترة فهنا بما انه بلوتو اللي بيهد عشان يبني من الجديد وعطارد العلاقة بالفكر فبيزيد من حد الذهن وتفكيرنا والحس النقدي عنا وبيمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبساعدنا في تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريع واتخاذ قرارات لازمة بما انه هسا احنا شفنا كل الزوايا اللي رح يشكلها عطارد وهو موجود بالجدي ايجابية معناته اغلبية الزوايا ايجابية وهذا رح يعطي سعودة عطارد في اغلب الايام في تواجده بالجدي انه رح يكون سعيد طيب في الفترة اللي رح يتواجد فيها عطارد من 13-12 لها 2-1 هاي فترة بيشعروا موليد برج الجدي بقوة الفكر والادراك الجيد للامور بينشطوا بامور الهلاقة بالدراسة والمطالعة والاتصالات والسفريات وبتكون لهم قدرة على اقناع الغير بوجهة نظرهم اكثر من قبل بيستفيد معهم موليد الابراج الترابية التور والعذراء المائية السرطان والعقرب والحوت وكل شخص تواجد عنده كوكب عطارد ساعة ولادته في برج الجدي طيب ايش تأثيراته على الكل يعني على كل الابراج ايش تأثيراته خلينا نشوف طبعا زي ما انتم عارفين لما بنحكي برج معناته بنحكي برج وطالع مع بعض الحمل برجهم حمل واللي طالعهم حمل وهنا بعطيهم افكارهم بتفيدهم في مجال العمل هذا يعتبر بيت اللي هو بيتك العاشر او بيت السمعة اه وبيت العمل فبعطيهم مجال العمل اشياء ممتازة ممكن ينجزوا بعض الاعمال او ينشطوا بعلاقاتهم الاجتماعية وخصوصا مع ناس مسؤولين ممكن تسمعوا خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهاي فترة مناسبة للتواصل زي ما حكينا مع اشخاص دون نفوذ بالنسبة لموليد برج الثور واللي طالعهم ثور بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر البعيد الاتصالات البعيدة التعامل مع اشخاص خارج البلاد او اجانب يستفيدوا في التجارة في عمليات الاستراد والتصدير في الامتحانات الجامعية بالدراسات العليا وربط العلاقات او التعامل مع الغرباء بالنسبة لموليد برج الجوزاء واللي طالعهم جوزاء بتنصب افكارهم حول الامور المالية المشتركة وهي بتساعدهم بادخال تحسين عليها ممكن تجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون او النفقات بالفترة القادمة وهي بتساعدكم على انكم تتجاوزوها بالنسبة لموليد السرطان اللي برجهم سرطان واللي طالعهم سرطان بيميلوا لتبادل الافكار والآراء مع الشركاء ان كانوا شركاء عمل او شركاء عاطفة بتكون علاقاتهم خصوصا الزوجية او مع شركاءهم جيدة بالفترة هاي بيطبعها من انواع العطف والمودة هاي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحهم بالنسبة لموليد برج الأسد واللي طالعهم أسد أفكارهم بتفيدهم بالتعامل مع زملائهم بالعمل بتفتح لهم مجالات للعمل ابتكار عمل جديد خطط لتنفيذ بعض العمال وبصير في هاي الفترة عملهم ممتع وبتزداد حيويتهم وصحتهم بالنسبة بالنسبة لموليد برج العذراء واللي طالعهم عذراء هنا بيزداد نشاطهم في الأمور الأدبية وكيف يخلوا أبنائهم يصيروا بمستوى راقي بالفكر ممكن يهتموا بتعليم أبنائهم أو حث أبنائهم على الدراسة لأنه وإلو علاقة بالأحبة البيت الخامس برضو طريقة التواصل مع أحبائهم بتكون ممتازة مع أباهم برضو بتكون ممتازة ممكن بعضهم ينشط بأمور إلها علاقة بالهوايات وبرضو ينجحوا فيها الفترة هاي بتعطيك نوع من أنواع اللقاءات اللي بتكون ممتعة وبيكون إلها أثر طيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي أوطقات ممتعة مع الأحبة وهاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي بالنسبة لمواليد برج الميزان بتنصب أفكارهم حول الأمور العقارية لأنه هذا بيتهم الرابع وعندهم قدرة على إقناع أفراد العائلة بوجهة نظرهم ممكن تسمعوا خبر مفرح بخصوص عائلتكم وهاي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع بتتعلق بالمنزل بالنسبة لموليد برج العقرب واللي طالعهم عقرب بيكون عندهم نشاط عالي جدا بأمور السفر القصير أو تنقلات القصيرة الاتصالات التجارة المحلية اللي هم التجار ممكن يستفيدوا منها اللي بيشتغلوا في مجال الترويج أو السيلز ممكن انهم يروجوا لسلعة معينة وتمشي معهم برضو لها علاقة بالشهرة الطلاب اللي في المدارس ما دون الثانوية العامة يعني من الابتداء إلى المرحلة الثانوية هذولا برضو أفكارهم بتكون ممتازة جدا على مستوى المطالعة والامتحنات قسم كبير من موالد برج العقرب بيفكروا إما بشراء سيارة أو أجهزة إلكترونية أي فترة مهمة للقيام بالأسفار والدراسة والعمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس بينصب أفكارهم على طرق أكثر حرافية لكسب المال ممكن تسمع خبر سار بخصوص عملك أو تحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية بالنسبة لموليد برج الجدي واللي طالعهم جدي بيستفيدوا بقوة الفكر أو بيتمتعوا بقوة الفكر والإدراك الجيد وسرعة البديهة وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم بتتمكنوا من إنجاز بعض الأعمال المهمة وبتجد سهولة في متابعة دراستك عندك قدرة ذهنية عالية جدا يعني لدرجة أنه بتكون ملفت للانتباه بالنسبة لموليد برج الدلو اللي طالعهم دلو بينجذبوا لمواضيع غامضة في الحياة أكثر من السابق وبيحاولوا إدراكها ممكن تجدوا حلول للتخلص من مشاكل وصعوبات كانت تعيقكم بالفترة الماضية قدرتكم عالية جدا برضو وممكن تحققوا إنجازات رائعة بالنسبة لبرج الحوت واللي طالعهم حوت بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء وممكن يتعرفوا على أصدقاء جدد أو تتلقوا أخبار سارة عن أصدقاء بقيمهم بمكان بعيد وممكن يقوموا بمشاريع أو لقاءات فكرية مع أصدقاء وفي منكو ممكن إنه يصير في تواصل مع أصدقاء قداما أو يتعرفوا على أصدقاء جدد ويصير في بينهم ألفة أو تعامل مشترك هيك منكون انتهينا من حلقتنا بهذا الخبر الفلكي عن عطارد بتمنى إنه أكون وفقت بإيصال المعلومة إلى الجميع بطريقة مبسطة في النهاية نحن هذا كله توقعات نقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلهة إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر